مواقف التأييد والتضامن الدولية بشأن التحرك المغربي لاستعادة الحركة التجارية والمدنية في معبر القرقرات ما تزال متواصلة منظمة دول الكريب الشرقية أعلنت دعمها للإجراءات التي تخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة العازلة القرقرات ولدمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع نحو القارة الأفريقية ودعت المنظمة مختلف الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خاصة تلك التي تدعو إلى حفظ السلم والنظام بهذه المنطقة من شمال إفريقيا كما حثت المنظمة على ضمان سلامة المدنيين وحرية تنقل الأشخاص والبضائع بمنطقة القرقرات والتقيد بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية الدنمارك وعلى لسان سفيرها بالمغرب دعت إلى احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة الدنمارك أعلنت تأييد تصريح ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول الصحراء المغربية بلغاريا كذلك من بين الدول التي أشادت باستعادة المغرب لحركة النقل المدني والتجاري الحر في منطقة القرقرات بلاغ لوزارة الخارجية البلغارية أكد على أهمية هذه الخطوة مبرزا أن استقرار المنطقة له أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي كما جدد هذا البلد دعمه لتسوية سلمية وواقعية وعملية ومستدامة للنزاع الإقليمي في إطار منظمة الأمم المتحدة على أساسا من التوافق من جانبها أشادت تشيك بالتزام المغرب باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ العام 1991 داعية جبهة البوليساريو إلى اتخاذ موقف مماثل جمهورية تشيك أشارت إلى أنها تتابع عن كثب الوضع في المنطقة العازلة في الجرقرات على الحدود المغربية الموريطانية مؤكدة دعمها لاستئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة سريعا لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء في احترام تام لمبادئ القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر